السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد كانت مني يلقاكم بخير وعلا خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة رائعة سبحان الله كنز رباني عظيم هاد بودور البصل او زريعة البصلة مع زيت الزيتون فاول شي اغنحتاج لي فاد الوصفة هما بودور البصل او زريعة البصلة هي كتجيب هاد شكل نوعا ما كتشبه لحبة البركة ولكن زريعة البصلة كتجيب هاد الشكل هادا فا غادي تمشوا عند العطار وتقولولي يحطينا ثلاثة ديل تراهم او لا خمسة ديل تراهم كيعطيكم هاد الكمية هادا اللي اخديت انا وغادي تاخدوا زيت الزيتون تقريبا كأسين ديل العلبة اولا ميتين ميليلتر ديل زيت الزيتون اول شيء غادي نقوم به غادي ناخد زريعة البصلة او لبودور البصل غادي ناخد تقريبا مقدار ملعقة كبيرة وغادي نوضعهم في حد المقلات باش غادي نسخنهم على البوطة نحمرهم فقط نسخنهم باش يجيونا سهلين في العملية ديال الطحن وكذلك ممكن توضعهم في الشمس تكون الشمس تكون حارة وتخليهم كي يسخنوا من بعد طحنهم فنفس الشيء غادي نسخنهم قليلا على البوطة كما تشوفوا معي فقط سخنت هذو كبودور البصل او لزريعة البصلة وغادي نوضعهم بعد ما بردوا شوية غادي نوضعهم في الطحنة باش غادي نطحنهم بالنسبة لطريقة الطحن فمن نطحنهم مش بزا بحتي وليوا بحل الدقيق الابيض فقط نخليهم شوية هكا شوية حرشين سافي هنا بعد ما وضعت هذو كبودور البصل في الطحنة غادي نطحنهم هنتم غادي تشوفوا معي الطريقة فغادي نطحنهم ولكن نخليهم حد شوية بحليلة مهرمشين يعني من نيلهم مش بزاف اولا نطحنهم بشكل ناعم سافي بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معي طغيات هيتطحنوا يعني ما قاسحين شو لاشي حاجة سافي احتكي وليوا بهذا الشكل كما تشوفوا معي تيبانوا لكم انهم مرملين شوية يعني من نيلهم مش بزاف بهذا الشكل من بعد كنا ناخدوا واحد القرعاء ديال زجاج تكون نظيفة وغادي نوضع فيها هذ بودور البصل او لازر ريعة البصلة اللي طحننا كما تشوفوا معي ملعقة كبيرة من بعد ما نضحنوها فكتعطينا واحد الكمية لا بأس بها هذ المقدار ديال ملعقة كبيرة غادي نستعملوا له في جوج كسان ديال العنبة ديال زيت الزيتون او لا 400 او عفوا ميتين ميلي لتر ديال زيت الزيتون بالنسبة لزيت الزيتون فكنسخنوه واحد شوية على عافية مهيلة باش كتحيد منو هذيك الملحة اللي كتكون فيه لاننا غادي نستعملوه في وصفة تجميلية فخاص زيت الزيتون يكون ما فيهش الملحة كما تشوفوا معي هاد الكمية اللي ضفت غادي نزيدو حد الكمية اخرى حتى غادي نكمل هذيك المقدار ديال جوج كسان ديال العنبة اللي هو ميتين ميلي لتر او ميتين وعشرين ميلي لتر تقريبا سافيوك ندمج هاد البودور بعد مطحنتهم او زريعة البصلة مزيان مزيان مع هذك زيت الزيتون كما تشوفوا معي فالزيت كيولي اللون دياله اسود غادي نزيد نكمل لي هذك المقدار ديال زيت الزيتون وغادي نحركوه جيدا 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 ومن بعد فاك نخلي هاد الزيت هدا ديال زيت الزيتون مع زريعة البصلة كنخليه فوحد المكان مظلم لمدة ديال ثلاث ايام احتكي ولي عندنا واجد هاد الزيت ديال زريعة البصلة من بعد غادي ناخدو الخاليط ونديروه للشعر ديالنا قبل الاستحمام بحركات دائرية عند الجذور لتنشيط الحركة او عفوا لتنشيط الدورة الدموية كنستعملو هاد الزيت وكنخليوه في شعرنا المدة ديال اربع ساعات حتى ست ساعات في الصباح ماشي بالليل لان الشعر ضروري انه يتنفس وكنغطيه بوحد الزيت ديال حياتي او بشيتوب اللي خفيف جوج مرات في الاسبوع لمدة ديال تلت شهور حتى الست شهور والنتجارة كتبان من الاسبوع الثالث بالنسبة لهذا الوصفة فهي وصفة رائعة سبحان الله كنز رباني عظيم فهي كتعالج الصلاع الامامي التي يكون في الجبهة وكتملأ الفراغات وكتقلل من تساقط الشعر لانه زيت البصلة او زريعة البصلة فيها معادن كتقوي الشعر وكتحميه وكتحافظ عليه سبحان الله زيت رائع كنتمنى انكم تجربوه لان الفوائد دياله عظيمة كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد لكم وما تنسوش اللايك وبرتاج لتعوم الفائدة ومتلقاوه في الفيديو الجاي الى اللقاء